و جيت ابص في الكود هنا تلاقي ان انا استخدمت نفس الكلام اللي حصلت عليه من الحلقات اللي فاتت والكود اللي انا وصلته له من المرة اللي فاتت استدعية بتاعت او بتاعت اللي عملناها في الحلقات اللي فاتت استدعية بتاعت تمام ؟ وعملت تشعر لي على mille ده احتياطي علشان لو استخدمت اي او تحويل بيانات داخل الكود مش هستخدم هستخدم طيب عملت ايه عملت وقلنا 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 وده اللي انا محتاجه هو الصفر صفر انا مش هحتاجه بس انا حطه كده يعني واقدر ان انا ما استغنى عنه ما فيش اي مشكلة بيبدأ من صفر اربعة طبين تا ليه مش هتحتاجه لان احنا بما بنيجي نبدأ او هنبدأ بنبدأ من اول عنوان وقلنا بيتم بشكل تلقائي وهتلاقي مكتوب كده في ما بتحتاجش كل شوية انت اللي تزود الادرس او تبعت الادرس عشان تستقبل البيانات بتبعت الادرس في اول مرة والبيانات بتبدأ تستقبلها ورا بعضها والستارت والسطوب والريد كلهم شرحناهم قبل كده هنبدأ النهاردة في الكود ده نتطرق لمجموعة من الحاجات الاساسية اللي ممكن ما كناش شرحناها قبل كده دي حاجة قوي في سي هنتطرق لحاجة اسمها والتعريف الخاص بالستركتر او الكيورد اللي بتكتب قدل اللي اسمها ايه هي ببساطة عبارة عن بنية انت عايز تعرف مجموعة من المتغيرات تمام مع بعض داخل واحدة او بنية واحدة بحيس تستخدمهم بطريقة سهلة مش كل مرة هتيجي تستخدمهم تعرفهم وهكذا زي ما انت مسلا كنت بتيجي مسلا في الكود تلاقي كده في الكود مسلا بتاع الان ار اف تلاقي مسلا مكتوب مسلا ار اف ريديو وبعد كده مسافة وتقول له ريديو وبعد كده المنظر ده كان في حاجات كده بتتكتب في في الاردوينو بالمنظر ده هو كده بيعرف اللي هيروح يكاريت فيها هيروح يكاريت اسمها ريديو ويبدأ يستعمل مع المتغيرات اللي جوه يعني ايه يعني انا في الحالة دي في المنظر اللي انا شايفه انا هعرف السواني والدقايق والساعات واليوم من السبت لحد الجمعة والتاريخ بالتلات قيم بتوعه داخل دي او البنية دي طيب من السهل علي ان انا اروح ازبط قيمة داخل دي ان انا اعمل كده مسلا عايز اوصل دي هكاريت انا كاريت يبقى هكاريت واحدة بنفس المنظر ده اعتبر ده جديد متغير جديد مش من انواع اللي انت عارفها مش مسلا مش 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 اي حاجة من الحاجات اللي انت عارفها دي حاجة جديدة بتبدأ تجمع فيها المتغيرات اللي انت هتستخدمها بحيث من السهل تظبط المتغيرات دي او تستدعي قيمهم هنستدعي قيمهم ازاي ببساطة لما نيجي نتعامل مع بنكتب وبنيجي نكتب اسم دي في الاخر اللي هنيجي زيها او ننسخ منها حاجات علشان نقدر نتعامل معها بالمنظر ده هنكتب الاسم اللي سميناه كده هنكتبه بالمنظر ده وهنختار اي اسم مسلا وقومة واسمي ده هنبدأ نوصل لكل المتغيرات اللي داخل اللي سميناه من خلال ايه من خلال ان احنا نعمل كده هنقول مسلا عشرة ده يعني ايه ده روح جوه اللي اسمها اللي انت كريدتها عن طريق الاصلية تمام اللي هي دي وخش جواها هتلاقي متغير اسمه او انا معرف متغير اسمه نوعه تمام كده هيدخل جواه ويحط القيمة اللي هي دي لسينا نقول ملحوظة في ان كل القيم بتاعة الاوقات والتاريخ اللي هتزبطهم واو هتستدعيهم هيتعرضوا بال بالسداسة عشر يعني انا مش هكتب كده لا لازم اكتب لما اجي ازبط حاجة طيب يبقى ده علشان اوصل للثواني انا كده زبطت الثواني مثلا على عشر عايز ازبط الدقايق يبقى اقول له اسم اللي انا كريدتها من الأصلية واقول له مثلا واقول له كزا انا الدقايق بتاعتي خمسين دلوقتي وهكزا بالنسبة لبقية المتغيرات اللي داخل او البنية دي طيب لو انا جيت اتعامل مع او اشارة الحاجة اللي بتشاور على عنوان لما اجي اتعامل معها هستخدم كده واعمل العلامة او داشت ورايت ارو او سهم يمين ده لما اجي استخدم واقول له يبقى ده البوينتر وكننا احتكينا بالبوينتر قبل كده او الحاجة اللي بتشاور على العنوان لما كنا بنقول كده مسلا اي حاجة فاكر ولما كنا بنقول مسلا اسم المتغير لما بنجي نتعامل معا كنا بنقول المنظر ده ده لو احنا فاكرين يعني الكلام ده يبقى احنا كده فهمنا ازاي نتعامل مع دي طب انت ليه معرفتهمش المتغيرات علشان الضبط علشان ده نبدأ ندخلها بحيس نتعامل معاها دي حاجة متقدمة وده حان يعني الوقت جاء ان انت تبدأ تستخدمها عشان هتسهل عليك حاجات كتير احنا شفنا الكلام ده وشفنا او عرفنا وظيفة هنشوف ازاي نزبطها ونستدلع حاجة منها لما ندخل على الجزئيات الجاية طيب بعد كده ندخل على الدلة اللي هنزبط من خلالها الوقت الدلة بتاع الضبط الوقت والتاريخ هيبقى اسمها هنا ليه هو امعرفها كبوينتر عشان انا من الاخر لما اجي ابعت مش هعود ابعت بقى متغير متغير من داخل انا ابعت كلها على بعضها زي ما كنت بعمل كده في لما كنت احب ابعتها كنت بعين ده كبوينتر علشان يبقى من السهل اوصله اوصل لادرس في الزاكرة والادرس بيتم زيادته بشكل تلقائي في الزاكرة وبالتالي انا مش محتاج ان انا اعرف كل المتغيرات دي او ابعت كل المتغيرات دي كل واحد لوحد ولا انا بابعت كلها يبقى لازم انا مجبر ان انا استخدم فده الهدف من هنا هنشوف دلوقتي لما اجي ابعت ده هبعته بالمنظر اللي عامل ازاي طيب في البداية انا عملت زي ما شرحت في عملت بعد كده بعد كده اخترت الادرس اللي هروح اكتب فيه اللي هو صفر صفر اللي هو الخاص بالثواني اللي انا معرفه في بداية اللي هو الزيرو زيرو اتش بعد كده هبدأ احط القيم اللي ما بعتها للستراكتشر كلها بالترتيب طيب القيم دي قبل ما انا استدعي الدلة بتاعة من الاخر قبل ما استدعيها لازم كده اجي قد قيم للمتغيرات دي كلها قبل ما استدعي الفونكشن دي في المين يبقى انا قبل ما استدعي الفونكشن دي هقول له مثلا الارتسي اندرسكور تي اللي انا عرفته انا استخدمت كلمة او عينت اسمها اقول له اكول بالهكسة دي سيمال كزا منت اكول بالهكسة دي سيمال كزا وهكزا هنشوف ده في الكود او هيبقى اوضح بعد ما اعمل الكلام ده واجه استدعي الفونكشن دي كل اللي هيعمله انه هيصدر القيم دي للاماكن او هيصدر القيم دي على انتروفيس هيصدر قيمة السواني الدقايي الساعات اليوم التاريخ تمام زي ما قلتلك بما ان انا بنتعامل مع مبعوت لي يبقى انا هاجه فنط ال ده بالمنظر ده بدل ما كنت هقول له لما كنت بتعامل معها لا هقول له تمام ده لما اجه اتعامل مع لو ده ما كانش يبقى انا كنت هقول له خلاص فدي الفكرة هجعين كل واحد منهم بالمنظر ده وفي الاخر اعمل يبقى ده بالنسبة بعد كده يبقى زي ما قلنا التركال اللي قلتلك عليه هستارت في الاول بعد كده هفعل بعد كده هبعت الادرس بتاع الثواني بعد كده هريبيت مرة تانية بعد كده هرايت زي ما كنت بعمل في لو انت فاكر وبعد كده هبدأ اقرأ القيم اقرأ القيم انا عينت ده انه هو يبقى انا معدتش اعرف استخدم ضط يبقى هستخدم بالمنظر ده تمام هاجي بقى عايز احط قيم داخل المتغيرات اللي جوها هحطها بالمنظر ده لما كنت بروح استدعل كانت بتريتيرن الكاركتر هيروح يتحط في تمانية اللي هو اللي هو المتغير اللي اسمه اللي موجود داخل وهكذا هبدأ استقبلهم واحد ورد تاني زي ما هنا كتبت الادرس مرة واحدة وبدأت ست كل واحد ورد تاني بالترتيب اللي كان موجود الادرسنج تابل نفس الكلام هنا هستهم واحد هجيبهم او هجيت القيم دي واحد ورد تاني بالمنظر ده خلاص بعد كده في النهاية يبقى ده الكود ده اساس الكود تعالى نشوف بقى هنعمل ليه في المين الالس دي دوت انشيلايز هانشييت الالس دي نفس الكلام انترفيس وابدأ هنا اعرف او اكاريت من الاستراكتشر الاصلية اللي اسمها ار تي سي اندر سكور تي وهكاريت اسمها ار تي سي بانا كده هتعامل مع كلمة ار تي سي دوت كزا او داشد ارو كزا طيب زي ما قلتلك قبل ما استدعي بتاعة لازم لجوه انا ما بتعملش هنا مع انا بتعامل مع هقول له الاسم اللي انا اخترته الجديد اللي محجوز فيها كل المتغيرات اللي كانت في دي هقول له الاسم ده ضبط اسم المتغير اللي في الداخل هيقوم يعمل لي ضبط المتغير اللي في الداخل بالقيم دي زي ما انت شايف هنا مثلا في الحالة بتاعتنا انا عايز اصبط الساعة على عشر واربعين دقيقة وعشرين ثانية وعايز اصبط التاريخ على واحد واحد الفين وستاشر. فهزبط الكلام ده بالهكس ديسمال زي ما قلت لك. زيرو اكس. عشرة اربعين صفر صفر. واحد واحد ستاشر. هزبط التاريخ بعد كده. التاريخ الستة ده يعني جمعة. ستة يعني جمعة. قلنا من صفر لحد ستة صفر. الحد. الجمعة. بعد كده هبدأ استدعي الفونكشن وابعت لها البوينتر اللي قلنا عليها. او ابعت لها رمز البوينتر لما اجي ابعته بابعته بالمنظر ده. اللي هو بتاعة المكان ده. او الادرس ده. الفاليو اللي داخل الادرس اللي اسمه. بعد كده بعين البوفر. البوفر ده مكون من عشرين مكان. ده اللي هجمع فيه الكلام اللي هتبعه على الالسي دي مرة واحدة. هجمع الكلام اللي انا هجمع التاريخ. وهجمع الوقت. عن طريق الفونكشن اللي اسمها اللي كنا شرحناها قبل كده. وجه تطبيق نجربه فيها علشان نسبت الفكرة بتاعتها وازاي ان احنا نستخدمها. بعد كده بعرف مكونة من سبع اماكن بتلت حروف. بتميز اليوم. حد اتنين تلاتة اربعة خميس جمعة. وبتتعرف كبوينتر. تمام? علشان لما اجي اوصلها من السهل اوصلها. تمام كده? ده كبوينتر. يبقى انا زي ما قلت لك. كل اللي هنستدعي لما نيجي نستدعي القيمة او لما نيجي هيرجع لرقم زي ده. هقول له الرقم ده داخل كزا. تمام كده? يقوم يكتب لي او يطبع لي الكلام ده على المكافئ للرقم اللي هنا اللي انا هستدعي. بعد كده هعمل في الوايل هقول له انا عملت خلاص زبطتها الاول مرة فقط وبعد كده هلغي الزبطة دي وهتعامل هحرق الكود مرة تانية خلاص هتفضل محتفظة بالوقت والتاريخ هقول له الفانكشن اللي قلنا عليها وهبعت لها بتاعي كل اللي هتعمله هيروح يجيب لي القيم ويحطها لي في المتغيرات اللي جوة تمام كده هيروح يحطها في كل المتغيرات اللي جوة دي. ابدأ ان انا هتعامل معها ازاي? هستخدم الفانكشن بتاعت كانت بتاخد اللي انت حاجزه. احنا حاجزين عشرين مكان بزيادة. وبعد كده كومة وبعد كده الفورمات اللي هيتكتب بيه القيم دي. وبعد كده كومة ويه القيم اللي اتكتبت بالفورمات. يعني ايه? البوفر اللي انا اخترته علشان احول البيانات دي كلها من صغتها الحالية اللي هي انتجر تمانية بت. لريو في كاركتر عشان اقدر اضبعه على الالسي دي لان ما بتقبلش اللي سترينج. فمن الاخر حطط له البوفر اللي هو عشرين مكان وكومة. والفورمات اللي هتطبع بيها. زيرو اكس معناها اطبع لي مكانين. يبقى كده ده هيتطبع في مكانين. زيرو اتنين. الاكس. طيب امال ايه هي? ده بالهكس دي سيمال اجا. لان الرقم اللي جاي لك قلت لك بالهكس دي سيمال. فلازم يتطبع كهكس دي سيمال من الاخر. خلاص كده. فالاكس تعني الهكس دي سيمال. طيب. والزيرو اتنين ده معناها مكانين. خلاص كده. يبقى كده وبعد كده عمل نقطتين وبعد كده. يبقى ده الفورمة بتاعة الوقت. دي الفورمة بتاعة الوقت. هيتطبع الكويمة الاولينية. دوت اوور. الكويمة التانية. يبقى في النهاية هيبقى في الكويمة دي ما يكافئ دي بالشكل ده. ما يكافئ دي بالشكل ده. جوة ده. تمام? بعد كده اطبعه على الالسي دي باستخدام الفونكشن اسمها الالسي دي سترينج اكس واي. الرو والكولوم والبوفر. بعد كده هعمل نفس الكلام علشان التاريخ. ولكن هطبعه في السطر التاني. البوفر برضو هستخدم نفس البوفر مش هحجز بوفر جديد. وابدأ اعمل فورمات للتاريخ بالمنظر ده. هتلاقي اكس اكس نفس الكلام الا ده. الاس هنا ككاركتر لان انا هستخدم بالمنظر ده علشان اكتب الوقت. علشان اكتب اليوم. انا ببعط لي من الاخر. تعال نشوف كده واحدة واحدة. يبقى في الاول. بعد كده بعد كده بعد كده بعد كده اللي قلت لك هيتبعط لك رقم من صفر لحد ستة او من واحد لسبعة ايا كان مش هتفرق معنا. وهنبدأ نطرح من الرقم ده واحد علشان نوصل للمكان صفر في خلاص احنا شرحنا الكلام ده قبل كده. يبقى انا الرقم ده لما يجي لي مثلا خمسة خمسة هيتطرح منه واحد يبقى اربعة. صفر واحد اتنين تلاتة اربعة. الاربعة هنا يعني يوم الخميس. وهكذا. هيطبع لي هيروح يطبع لي اهو هيخلي في في النهاية. تمام? بعد كده هطبع كلمة هيتطلع لي التاريخ. ويهي اليوم. بس هو ده الكود هنبدأ ان احنا نبيلد الكود. نروح للبروتيس ونختار الهيكس فايل. ونبدأ ونشوف ايه اللي هيحصل. اول ما نعمل هتبص تلاقي كتاب لك التاريخ فوق اللي انت زبطه. اللي انت راحنا كنا زبطينه. طبعا عدد السواني قاعد بيتزايد هو زي ما احنا شايفينه ولكن ما بيتزايدش هنا هنا في مشكلة في البروتيس بشكل عام. ولكن كل حاجة مظبوطة. الطايم والديت اللي جايين من هنا مظبوطين. التحديث بس اللي في مشكلة. لو جيت قعدت بس عشان اأكد لك ان البروتيس هنا في مشكلة. طبعا هنا حتى اشوف في البروتيس ما فيش حاجة. يعني المشكلة هنا من البروتيس لو انتطبقت ده في الحقيقة هتلاقيه قاعد بيحدس الوقت والتاريخ ما فيش في مشكلة. طيب لو انا عايز اصبت الوقت والتاريخ ده بالنسبة البروتيس بس. على الفورمات او الطايم بتاع الجهاز الحالي. كل اللي هعمله هشيل ده كده بالمنظر ده هشيل سطر ده او هخليك تعليق. وابدأ ابلد مرة تانية. انا مش هستدعي الفانكشن بتاعت الست. مرة تانية. بص الايزة باطل بالوقت والتاريخ الحاليين بنظام الاربعة وعشرين ساعة. تمام? طبعا لو انا عادت عمل ريسيت هلاقيه بيحدس. بص او بيحدس الوقت. فده فعلا مشكلة في البروتيس. بكده يكون اشتغل التطبيق بتاع وعرفنا ازاي نستخدم باستخدام واجهة بالتو وير انترفيس. كده يكون انتهى التطبيق الخاص بالتو وير انترفيس.